بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند توحيد المؤسسات العسكرية الأمنية والمؤسسات الأخرى والمصالحة وأيضاً إخراج المقاتلين الأجانب والانتخابات في ديسمبر وذكرت السفارة الأمريكية في تونس أن الجانبين ناقش تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الإتجار بالبشر ووجود المرتزقة